تمكننا من إعادة الضخ المحروقات البترول الخام من منطقة حوض الحمراء إلى مصفات سكيدا نحمل على متابعة هذه التسربات على طول الواد لمقدرة ب30 كم في كميات معتبرة نحن في صدد امتصاصها عن طريق الوسائل والإمكانات التي وفرناها في الميدان الحمد لله الأثار على المياه البطينية إلى حد الساعة ولم نسجل أي تأثير ولكن نحن سوف نتابع هذه العملية بصفة منتظمة ولمدة عام حتى نضمن سلامة هذه المياه ونوفر كل المعالجة الضرورية إذا كان فيه بعض التأثيرات